السلام عليكم، أنا أحمد الإمام وده فيديو جديد من سلسلة The Bragematic Programmer How to be a better software engineer لو أنت مش مبسوط في شغلك، الفيديو ده هيكون مهم ليك معظم الديفلوبرز بيكونوا frustrated أو محبطين لأسباب مختلفة سواء حاسس أنك في شغلك ثابت في مكانك أو التغيير بسيط أو شغال بتكنولوجيز قديمة وحاسس أنك دايماً متأخر عن الناس أو أنك underpaid وبتاخد فلوس أقل ومش حاسس أن الشركة بتقدم لك التأدير اللي أنت منتظره أو شغال في بيئة عمل عدائية أو toxic environment أو ممكن أنت مبسوط في شركتك الحالية بس بتدور على شركة أحسن أو حابب تشتغل في بلد تانية أحسن لو أي حاجة من اللي أنا بقولها دي تنطبق عليك فكمل معنا الفيديو للآخر هل الحل أنك تستسلم لإحساس الفرستريشن ده وأنك تكمل بنفس الإحباط اللي عندك ده؟ أكيد طبعاً الإجابة لا وطبعاً لو أنت مستني الحل ييجي من أي طرف تاني غيرك ففي الغالب دي هتبقى أمنية مش حل فالحل أنك هتضطر تشتغل على نفسك وتشوف إيه المتطلبات اللي محتاجاها الخطوة الجاية لازم تبقى عارف أنك شغال في أحد المجالات الأوليلة اللي عليها طلب كبير أو high demand فده بيديك الفرصة أنك عندك اختيار فما فيش قيود عليك أنك تقدر تشتغل مع شركة تانية أو شركة أحسن حتى لو هي جغرافياً مش موجودة في نفس المكان لأنك تقدر تشتغل remotely فأنت تقدر تعمل أي حاجة حرفياً في المجال بتاعنا بس المشكلة أن معظمنا بيخاف من التغيير بتخاف أنك تاخد خطوة أكبر سواء أنك تشتغل في شركة أكبر أو تدور على أنك تسافر فتشتغل في بلد تانية أحسن وبتلاقي أن عشان تحقق الهدف ده محتاج تاخد خطوات كتير فبتحس أن الموضوع صعب ففي الغالب ما بتكملش مع أن كل اللي انت محتاجه أنك تبدأ على أول خطوة وتشتغل عليها وبعد كده هتلاقي الموضوع بيبدأ يتحرك وهتلاقي نفسك ماشي على الطريق بمجرد أن انت بدأت أول خطوة المهم الخطوة دي تكون خطوة في الاتجاه اللي يخليك تتخلص من إحساس الفريستريشن اللي انت حاسس به فأول حاجة أنت محتاج تعرفها أن المشكلة دي مشكلتك أنت فأكيد مفيش حد هيلاقي حل ليها غيرك يعني ما ينفعش تسيب نفسك متأخر في التكنولوجيز وما بتقدرش تتابع كل اللي بيحصل حواليك وتفضل تستخدم تكنولوجيز قديمة وتقول أن المفروض الشركة هي اللي تعلمني أو هي اللي تحسن مستوية أو الشركة مطالبة أنها هتوفر لي تدريب كويس عشان يبقى مستوية أحسن أو الشركة مفترض تشتغل بتكنولوجي جديدة لأن احنا بنستخدم تكنولوجي قديمة طبعا دي كلها أمنيات وغالبا مش هتحصل أو أني ما عنديش حد خبرة تعلم منه ما فيش حد سينيور أو تيكليد معايا في التيم فقدر أتعلم منه مع أنك لو بسيط بنظرة بسيطة هتلاقي أن زي ما المجال ده بيسمح لك أنك تشتغل من أي مكان في نفس الوقت التعليم بتاعه سهل تتعلم من أي مكان فأنت ممكن تتعلم أونلاين من كورسات أو كتب موجودة معترف بيها وناس قبلك جربوها وشافوا أن هي فدتهم وأكيد الخبرة اللي تاخدها من الكتب أو من مذاكرة كورسات متقدمة أكيد هتكون أحسن حتى من أن يبقى معاك سينيور أو تيكليد لأنه قريدي الناس اللي كتب الكتب دي أو اللي عامل الفيديوهات دي ناس هيكون عندها خبرة أكتر من اللي أنت مستني أنه يعلمك فما فيش حجة ليك أنك تبدأ في كتل مارتن فاولر بتقول فلو شركتك أو مكانك اللي أنت فيه حاليا مش عاجبك الزروف بتاعته فحاول أنك تغير في المكان اللي أنت فيه وحاول أنك تطلب حاجات تتغير بحيث تتخلص من إحساس الفرستريشن اللي عندك وحاول تاخد خطوات جدية بأنك تصلح المكان اللي أنت موجود فيه حاليا بحيث يبقى عندك إحساس بالرضو وإنت شغال في المكان اللي أنت فيه وطبعا لو ما قدرتش أو كانت الظروف صعبة لأسباب كتيرة أنك مش هتقدر تغير في المكان اللي أنت فيه فأنت مقدمكش غير إلي أنك تسيب مكانك وتدور على مكان تاني أحسن بس هل فكرة أنك تسيب مكانك وتدور على مكان تاني أحسن هل بتتم كده ولا برضو بيبقى فيه خطوات طبعا بيبقى فيه خطوات لأنك لو موجود في مكان أنت حاسس أن أنت مش مبسوط فيه فهو هيكون فيه مشاكل من المشاكل اللي إحنا ذكرناها قبل كده فبالتالي هيكون مستواك أنت نفسك محتاج أن أنت تشتغل عليه عشان تقدر توصل لمكان تاني أحسن يعني عشان تشتغل في شركة تاني أحسن أو عشان تقدر تسافر مثلا على سبيل المثال أو تشتغل ريموت مع شركات تانية برة فهتحتاج أن أنت تشتغل على نفسك فأنت لازم تخصص من وقتك الشخصي أن أنت تتعلم وتحسن في مستواك وتبدأ تدور على مكان تاني أحسن عشان تتخلص من الإحساس اللي جواك وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات أن التعليم هو عملية مملة وبتحتاج أنك تخليها كأنها بروسس أو عادة ليك عشان تقدر تستمر حتى لو تذاكر أقل حاجة بس المهمة تبقى مستمرة وطبعا عشان يبقى عندك وقتك الخاص اللي أنت محتاج تذاكر فيه ده معناه أنك مش هتدي كل وقتك للشغل فتديهم وقتهم المخصص ليهم وتشتغل طبعا بكل كفاءة معاهم بس في نفس الوقت في وقتك الخاص ما ينفعش تقول أنا عايزة حقق الكوستوف جريتنس في سبيل أن أنت تأثر على الكرير بتاعك فأنت هتشتغل لشركتك الحالية بأقصى مجهود عندك في وقتهم المخصص ليهم إنما وقتك أنت أنت مطالب فيه أنك تحسن مستواك أنت للخطوة اللي جاية وزي ما قلت هو المهم الاستمرار يعني لو مجرد هتقرأ صفحة في كتاب كل يوم فده معناه أن لو الكتاب ده 300 صفحة فإنك هتخلص الكتاب ده في السنة ممكن حد يقول لي بس ده قليل بس أكيد ده أحسن من إنك لو عديت السنة كلها وهي هتعدي أكيد من غير ما تقرأ أي حاجة أو تبزل أي مجهود في إنك تحسن مستواك ودايما حاول ما تبصش للي حواليك غير إنك تحاول إنك تبقى أحسن زيهم بس في نفس الوقت بص على مستواك الحالي وإزاي إنك تلاقي النسخة الأحسن منك في الفترة اللي جاية يعني إنك تقرأ صفحة واحدة في اليوم أكيد أحسن ما تقول أنا هذاكر فصل كامل من الكتاب بس ما هيبقى مزاجي رائع وده طبعا مش هيحصل لأن مزاجك قليل جدا ما هيبقى رائع فأنت لازم يبقى عندك consistent process مستمرة حتى ولو كان المجهود اللي بتبزيله فيها قليل المهم الاستمرار وفي حاجة شفتها في فيديو قبل كده كان بيكلم عن ربط العادات ببعض وفديتني جدا حتى أنا في حياة الشخصية وهي إنك تختار الأكشنز اللي هي دايما بتحصل يوميا بالنسبة لك وتربط بيها عادة من ضمن العادات اللي أنت قررت إنها هتحسنك أو هتنقلك لخطوة من الخطوات اللي تكلمنا فيها يعني مثلا إنت عاوز تلعب رياضة فممكن تبدأ بقى أقل حاجة إنك مثلا بعد الصلاة ممكن تتمرن دقيقتين ثلاثة فهتلاقي نفسك بدل ما كنت بتتمرن زيرو دقايق في اليوم بقيب بتتمرن ثلاث دقايق في خمسة خمستاشر دقيق يعني ربع ساعة يوميا فهتبص تلاقي في نهاية السنة هتلاقيك تمرن تعادت كبير جدا من الساعات كان عمرك ما هتعمله طبعا لو أنت استنيت إنك تروح الجام أو إنك تنزل تجري أو whatever فلو أنت ربطت عادة أنت بتعملها ضفت إليها عادة بسيطة جديدة هتحسنك هتبص تلاقي نفسك دخلت في البروسيس وبدأت بشكل دوري بتعمل الأكشن ده أو مثلا إنك تقرأ دايما قبل ما تنام من تأكيد هتدخل تنام فقبل ما تنام لو قدرت توفر البيئة اللي حواليك إنك تحاول تقرأ نصف ساعة أو ساعة قبل ما تنام وطبعا الإراية هتشجعك جدا على النوم فوقتها هتلاقي نفسك مع مرور الوقت بتقرأ يوميا وده بيحسن من مستواك طبعا مش لازم تقرأ يبقى كل قرأتك كتب تيكنيكل لا الكتب في الحياة عموما سواء في البزنس المتعلق بشغلك أو كتب عن السوفت سكيلز ما بتحتاجش مجهود كبير أو تركيز كبير وإنت بتقرأها فدي هتكون فرصة كويسة إنك تبدأ بيها لو إنت من نوعية اللي مش بتحب تقرأ عموما وده هيساعدك بعد كده بعد ما سرعتك تبقى أحسن في القرأة إنك تبدأ تاخد كتب تانية أكبر أو كتب تانية أتقل في النهاية عايز أقولك إن التطور والتحسن بياخد وقت وبيحتاج مجهود كبير منك وبيحتاج إنك ما تزهقش فعايزك تبقى مستعد للرحلة وتبقى عارف إن ده هيبقى الروتيني اليومي بتاعك لأن زي ما المجال ده عليه هاي ديماند فهو بيتطلب منك ريكوارمنت كبيرة إنك تفضل مستمر وبتتعلم وبتحسن من نفسك من غير طوق فهو زي ما هو ليه بنيفتس كبيرة هو بيتطلب منك مجهود كبير فعايزك تتحلى بالصبر وكمل وما توقفش سلام